الصورة بتقول حاجات كتير قوي انت بتقول لي انه باب الحديد اتعرض في برلين وهو خد احسن ممثل كان متصورين ان مش هو الممثل هو المخرج متصورين ان يوسف شين المخرج جاب ممثل من الشارع اللي هو عالوجة كده بتاع الجرائد وعمله لو كان ساعت تعرف ان المخرج هو الممثل اعتقد كان خد كل الجواز بتاعته ومع ذلك خلاص مش في خط الاخراج اكتر منه بس انه عمل دور بس صغير في حدوطة مصرية وعامل في اسكندرية كمان وكمان لانا كنت قصت حياته يعني طيب الكواليس بقى وهنا برضو بنشوف مش عارفة لو عظيمة يرجع لنا ويوسف شهين بيتدرب على الرأس يعني كنا بنشوف الفنانين معاه اللي بدأ عمر عبدالجليل عمر عبدالجليل محصر محيدين كلهم كانوا يعني انا فاكرة مع عمر عبدالجليل بالزيد اسكندرية كمان وكمان لما على موسيقى ألف ليلا وليلا ألف ليلا وليلا ومكلسوم الرأسة دي أولا هو كان عاشق لأمو كلسوم كلمني عن المشهد ده أنا متأكدا انت كنت موجود وحاضر لتصوير هو يعني حيه يتولد عشان نعمل فن يعمل إخراج يعمل مزيكة يعمل رأس وكان يحب الرأس يحب اللي بيرقصه لا يعني كان بيرقصه آه هو اللي مرن عمر عبدالجليل على الرأس هو اللي مرنه بنفسه بشخص آه يعملوا المزيكة ويرقص ويجرب ويقفوا بالضبط والإقاع كان ودنه حلوة ويحب المزيكة ويحب الرأس وكان بيحب فريد أستير وكان بيحب جين كيلي يعني على مستوى خصير العالم فمن تالي بيطلع الفنان مش بس بيقدي بيطلع وكأنه راقص بزبط رائع آه ومدرب ومعلم وأستاذ يعني كان بيحب الحياة يوسف شلين إزاي جعل صوت أفلامه محمد مونير يعني مونير هو اللي اكتشف محمد مونير ودى له أول فرصة حدودة مصرية يعني كده في عوضة الإبن الضال آه وعاديين حدودة مصرية وعمل معه بطولة لو أنا دور شخصيتي أنا صديق ليوسف شهين صحيح فعمل من نور الشريف ومحمد مونير آه ده في الفيلم في الحقيقة وفي الفيلم في الفيلم في الحقيقة وبعدين يوسف شهين مش بس ده قالي في مزيكة مع وطيفة ومع صحيح آه ومع محمد نوح آه خد محمد نوح هنا أعمل له مزيكة في فرنسا في مصرح الإيليزي في كالوجي ده قال بركام ايه ايه اللي كان يلفت انتباهه وده سؤال برضو لحضرتك يعني كان يقولك ايه كان يقولك يسيف لا ما تعملش ده لا اعمل ده يعني ايه اللي كان يلفت انتباهه في الممثل ويوجهه ازاي هو كان حابب الممثل وحابب الممثلين بتوعه هو اكتشف عبار الشريف النجم العالمي صحيح فهو كان صديق اصلا ليه كمان وكان صديق اصلا ليه اه كانوا بيلعبوا باليارض وبعبوا وخده وخد احمد رمزي نفس الحكاية صحيح ويعني هو اكتشف كل اغلب ممثلين مصر مع محمود المديجي في الارض شخصية تانية مختلفة تماما مش ممكن يعني نقل مرحلة تانية لمحمود المديجي كل الممثلين اللي اشتغل مع يوسف شهين ادوا مع يوسف شهين مستوى مختلف تماما مع اي مخرق اخر كلهم يوجه ازاي انا عارف انه هو صارم جدا المكياج الموعيد اللبس يعني لازم هو يحب الموصل يبقى متفرق ويحب شهرته فضيل مش مرس جاي اهلا منظرة او شهرة لا لا الشرط الاساسي في الحياة ان اي موصل معه يتفرق له تفرق كامل طول مدة الفيلم يعني مش حلة تانية من شوية شفنا وهو بيحيي ده كان في مهرجان خان الجايزة الخمسينية اللي مش هلتكرق البعض خمسين سنة على مجمل اعماله وعلى فيلم المصير يعني هو اخدها يعني قدامنا لسه يعني خمسين سنة لو حد تانية يجي ياخدها اخدها عن مجمل اعماله والمصير وشفنا كل يمكن نجوم المصير وكلكم راحوا كان وهو قال يعني كان نفس منتظر الجايزة دي من ثمانية وثلاثين سنة جات متأخر عليه بس هو كان استهل طبعا من الزمن خالص وهو في مهرجان قرتاش خد الجايزة الأولى الضهر صحية وفي مجهر برلين مع اسكندرية ليه اخد الجايزة من النقاط الفضة اخر ايام يوسف شهين ايه اللي كان بيسعده وايه اللي كان بيضايقه هو طول عمر يحب الفن ويحب السينما وتخلق عشان يعمل سينما ويعمل فن اللي كان بيضايقه طبعا المعاقات الوريطين والبريقراطية وشغل الموظفين ده بس كان بيعرف يتغلب عليه عمال لهم انه مجنون فايقول له ده يوسف مجنون عجبته حاجاته انه اه مجنون عشان ينجز كان بتفرج على أفلامه مؤكد يعني بيحب إيه اللي ده هو اللي بيعمل منتاج بتاعها هو اللي بيعمل نفسي قبقائتها لأ أصدي لما بتتزع بقى على التلفزيون بيشوفها ولا خلاص ما يهتمش بدي لأ في حاجات ما يقدرش ما يهتمش فيها أو ما يحبهاش يعني باب الحديد لازم بيحبه بيحبه الارض بيحبه اسكندرية ليه اللي هو حياته وكان بيشوف محمود المليجي أبو بجد وشايف محسن بعيدا عن المكتب والفن بيكلم في يوسف شهينة ما كنت تعوده بقى عادات عادية جدا إيه اللي يلفت انتباه مصر كان بيحب مصر وعايز مصر لديه تبقى أحسن بلد في الدنيا وكان تملي في المعارضة وكانه المفضل كان اسكندرية ولا القاهرة يعني طبعا اسكندرية كانت شبابه ونشقته وعشقه الكبير لكن بعد كده بقت مصر كلها مش مصر اسكندرية ولا القاهرة مكتبه كان في وسط البلد كانت بتعني إيه وسط البلد ليوسف شهين الحياة كنت بتنزله وتتمشه طبعا فول بقى وطعمية أبو طارق بتاكله كشري بقى فوله وطعمية وكان الناس عارفين والناس عارفين ده يوسف شهين كان يقول له ايه يعني رجل الشارع المصري كان يقول كان يحبه جدا ويقول له يا أستاذ يوسف احنا ما عفبناش الفيلم لكن من فرلك ما تتغيرش اعمل لين انت بتعمله استمر يا أستاذ يوسف احنا سمعت ده بودني واخنا مشكلة في الأظهر ومعناس الشعب المصري البسيط وستات عواجيز كانوا يحب يوسف شهين ويسلموا عليه ويصوروا معاه وهو كان متواضع وكان بيحب مصر هو ابن مصر بيحب مصر بيحب الشعب المصري عايز بمصر يزيب أحسن دنيا أحسن حاجة في العالم وبسيط ينزل ويمشي ويصور في الشارع ويحب يصور والناس يحبه هاي ناس هاي اللي بدافع عنه يعني في قزمة فيلم المهاجر قالوا له يبقى معك حرس خاص قال لا أنا الشعب ده هو اللي بيحميني أنا ده اللي الولادي ده الأهلي ده الحبيبي مش عايز حرس خاص اه عايز بدل ماشي زاله لا لا لما عينهولو هارب منو